تواصل أجهزة الدولة لمتابعة أوضاع طلبة المصريين الدارسين في تركيا وذكرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه سيتم التنصيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد قوائم لمتابعة موقف الطلبة في تركيا بتزام يتم التنصيق مع وزارة الخارجية والصفارة المصرية في أنقرة لمساعدة من فقدوا أوراقهم الثبوتية من الطلاب بجانب عقاد دائم للجنة إدارة الأزمات في وزارة الهجرة واقتراح خطة بديلة لاستكمال الدراسة في مصر لمن تضررت جامعاتهم حال رغبتهم في العودة وكذلك تلبية احتياجات من يواجهون تحديات في الوقت الحالي في مناطق الكارثة ترجمة نانسي قنقر